في كورنيج موزايكة فام هو ضيفنا اليوم مرحبا ساموزين مساء النور والسعادة مرحبا بيك مرحبا سعيد طبعا أن نكون معكم وزميع مستماعين موزايكة حبيبي أنا كتير سعيد أن نكون معكم نحن أسعد مبروك لغناية جديدة ساعة قبل كل شيء 900 ألف مشاهدة خرجت نهار 25 جويلة مبروك غناية جيب بعد تقريبا 6 أشهر من غياب على الانتاج ساموزين يعني ما فيني يقل لك 6 شهر فيني يقل لك 3 سنين هكذا لأنه كانوا كل ياتهم كل اللي كان مطروح الفترة اللي باتت كانوا عبارة عن بقى مور أزا بلاتفورم كانوا عبارة عن أغاني قديمة كتنسا عم أتلع كان عم نزلها على الفترة اللي باتت يعني بس هذا المطرح هذا المنتج الوحيد اللي كان هو فعلا جديد كان يعني آن بلان بالآلبوم الجديد اللي احنا عم نزله على السوق الأيام اللي جاي الغنية في الظاهر متاحها ساموزين تحكي على الحب يعني حتى من العنوان متاحها لكن يظه لي ثم موضوع آخر وراء الأغنية شو هو أنت بتعرف أكتر مني والله نعدي نعرف أكتر مني تصاحب الأغنية أما ليه الحق ثم هذا معناه أنه في عنوان الأغنية في الموضوع يتراءى أنه موضوع رومانسي لكن يظه لي ساموزين حاب يعدي رسائل أخرى من خلال الغنية حبيت أن يقدم رسالة حب يعني رسالة حب للحب لكلمة الحب للموجة الجديدة أنه الواحد يهدي شوية عصابه ويسمع له كلمة حلوة وكلمة رومانسية عبتنقالي يعني للحبيبة الهدوء النفسي نقوله نحن مظبوط الهدوء النفسي والراحة النفسية علش تقولك الكلمة هذا ساموزين لأنه كنتي متفاعل مع جمهورك مع التفاعل مع الناس اللي حتى موجودين على المواقع التواصل الاجتماعي عن تاعك وثم تكون حتى فسر الغنية من معجبيك فسر الغنية وعطاه تحليل أنت يظلم التحليل اللي يعجبك للأغنية هي كل الناس كل ما بنزل بروجيك جديد أو بنزل غنية جديدة أنا بحب أني أقدم دراما تكون حقيقية أو تكون فيها أحساس حقيقي فالناس بتعيش بالقصة حقيقية فتبدأ القصة تطلع عليها كتير يعني فمن اللي قالوا اللي قالوا أنه فيها قصة حب ولا ما فيها قصة حب ولا هي قصة زواج أو لو ما قصة جواز فهي نهاية هي بكلمة جميلة وهي أحساس جميلة وبعطيت أنه الناس يعني وصلت لهذه الرؤية طبع الناس أنا بحب دائما جات متلائمة مع الوضع للناس مستحق الراحة النفسية والهدوء النفسي بدون تجاوزوني بدون تجاوزوني سامو زيمن خلال الغنية الجديدة هذه دي حاببت تتعدى على موزايكة فهي مختش يكون الموعد مع الجمهور التونسي لو أعتما بدكم أنتو على طول أما تقولي يلا سامو بقتي أحلى من أنا بكتير وانا أحر من الجمر إن أنا قابل جمهور الحبيب على قلبي جمهور التونسي بوعدكم إن شاء الله ما لحقت هذه السنة لأن أنا كنت حابب إن أنا أأتي على تونس بعمل جديد إن أنا أجاب فيها الجمهور الراقي فحبيت إن أنا إيجي وإن أنا محمل بأغنية جديدة وفي شكل جديد ثم اتصالات مع المنظمين هنا متعهدين المهرجانات في تونس نعم نعم صار هذا الكلام كله وإن شاء الله يعني أعياد درس السنة أو بكريس مسحة لوني عمس إن شاء الله بكري قلت أنه في غنياتك تحب يكون ثمى الدراما في الأغاني قديش هذا مربوط بكونك أعمال تجارب سينمائية وتمثيلية تحب أنه في أعمالك يكون ثمى هذا الجنب التمثيلي كثير مهم الكلمة تصل للمستمع والمشاهد بخلال مسار درامي كثير مهم هذا الشيء والواحد كما بيكون عنده خبرة سينمائية أو خبرة فنية بالتمثيل كثير مهم أنه هو يستغل هذا الشيء بهذا الشيء ليوصل الكلمة أكتر للجمهور وهذا فعلاً اللي أنا بتتبعه مع كل شيء أنا بقدره من بداية مشوار الفني بيعتقد أنه هذا كثير بيأثر كثير 90% قريباً من الغنية للناس اللي ما بيشوفهم الرؤية الكاملة للعمل كله متكامل فعلاً بيوصل للجمهور بيوصل لقلوبهم والعقلهم يعني بياخد حواسهم الكامل هو في السينما عندك بقى عديد التجارب 90 دقيقة برشة فيلم أخرى ثم اليوم مشاريع سينمائية بالنسبة ليك ساموزين أنا هلأ بصدد تحضير الفيلم القادم إن شاء الله بيحدد هون وفي عندي عمل غنائي حينزل تقريباً بنص ثمانية يعني الأيام القادمة وبعدها على طول إن شاء الله نبدأ بتصوير الفيلم إن شاء الله من دبي على طول نبتدي وبرضو بحيكون معنا مشاركة من ممثلين تونسيين وفي معنا من ناس من الخليج والمصر ومن سوريا طبعاً سعيد المشاركة جداً كان عندي حلم لهذا التجمع وأنا طبعاً بشكرهم جميعاً لقبولهم للأسادة الكبار اللي يشاركوني بهذا الفيلم فإن شاء الله يكون بمستوى يليق به الجمهور الكريم ما هو قصة الفيلم؟ ما هو من الممثلين تونسي الموجودين معاك؟ ما هو وقت الشي يخرج الفيلم؟ هات ناخذ شوية تفاصيل عليه إن أمكن حيكون في عيد الحب اسمه فالنتاين دي ما رح أول أكتر من إيك اسمه يوم الحب نعم اسمه ما ماسك بالرأي على طول اسمه يوم الحب طبعاً أنا ما فيني أقول أسماء خلينا نكون مفاجأة للناس كلياتا بس طبعاً أنا سعيد جداً بالأسماء الكبيرة في ممثلين رح يكون معنا من تونس إن شاء الله وأنا طبعاً أساد كبار وأنا طبعاً بتشرب وجوده في الفيلم وحيكون الفيلم رح ينزل بالفالنتاين وهو بيتكلم عن الحب عن قصص حب رومانسية مختلفة عن المجتمعات كل واحد هو مجتمعه عن طريقة الحب والسيناريو الحب اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحاضر والوقت الماضي كيف تغير الحب وكيف عم نحارب بهذا الشيء كيف أنه عم بتحارب الحياة وكيف عم بتحارب الدنيا لتقاوم أنه أنت تحافظ على هذا الحب اللي هو سماءة الحياة في الوجود على كل بالتوفيق ليك ساموزين بالتوفيق الساعة ومبروك اللغنية الجديدة يا حبيبتي اللي اليوم ساعمية الف مشاهدة على اليوتيوب ومبروك كل الجديد اللي عندك مرسي لها لك شكراً كتير لها لك ومرسي لها لكم جداً 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 شكراً لك ساموزين